اهداف الدرس ان نوجد احتمالات الاحداث المتنافية والاحداث الغير متنافية الهدف الثاني ان نوجد احتمال متمم حدث اني نشوف هني حدد احتمالات الاحداث المتنافية والاحداث غير المتنافية يقول الاحداث المتنافية هي احداث لا توجد بينها نواتج مشتركة أما الأحداث الغير متنافية هي أحداث توجد بينها نواتج مشتركة معناتها يوجد بينها تقاطع بعض العبارات اللي تبين لأن هذه الأحداث متنافية أو غير متنافية هي كلمة أو لما أشوفها في المسألة فأنا معناتها درسي اللي حلفي اللي هو احتمالات الأحداث المتنافية إني نشوف هنا شنو يدل أو يدل على وقوع أحد الحدثين على الأقل ويشير إلى جمع الاحتمالات اللي هو احتمال الأ أو البي إني نشوف مع بعض أول مثال حدد الحدثان المتنافيان أو غير المتنافيان في كل مما يأتي وبرر إجابتك ظهور عدد فردي أو أكبر من ثلاثة عند رمي حجر نرد مرة واحدة أنا بلاحظ عندي هني حطلي في المثال أو فمعناتها أنا بحل باحتمالات الأحداث المتنافية أو غير المتنافية وبشوف إيش لون أنا أحدد هل هذه المثال احتمالات متنافية أو احتمالات حدث غير متنافي نشوف مع بعض بايا أقول غير متنافيين لأن خمسة هو عدد فردي وأكبر من ثلاثة خمسة عدد فردي وأكبر من ثلاثة معناتها أن أنا عندي تقاطع بين الحدثين نواتج مشتركة بين الحدثين اللي هو الخمسة وبذي الشكل أنا خلصت من ذي المثال نشوف مثال ثاني اختيار سيارة أو حصان مدام أنا عندي أو فمعناتها أنا أستخدم بدرس اليوم أيا أشوف السيارة أو الحصان هل بينهم تقاطع هل بينهم نواتج مشتركة أو هل هما نفس الشي فأنا بأشوف أسمي ذي الحدثين متنافيين ليش؟ لأن السيارة لا تكون حصانا ولا يكون الحصان سيارة لذلك فهم حدثين متنافيين ننتقل إلى مثال آخر سحب بطاقة من بين عشر بطاقات مرقمة من واحد إلى عشرة والحصول على عدد أكبر من الخمسة أو العدد اثنين أيا أشوف عدد أكبر من الخمسة عندي ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وقال لي أول عدد اثنين فأنا بحط العدد اثنين هل توجد نواتج مشتركة بين الاثنين وبين هذه الاعداد؟ طبعا لا فمعناتها الحدثين اللي عندي هنا هي أحداث حدثين متنافيين ليش؟ لازم أنا أوضح ليش لأنه قال لي برر إجابتك فبيبا قل لأن العدد اثنين لا يكون عدد أكبر من الخمسة وبذلك أنا انتهيت من مثالي هذه وأنتقل إلى هدفي الآخر احتمالات الأحداث المتنافية إنه ينقول إذا كان الحدثان A و B متنافيين فإن احتمال وقوع الحدثين A و B يساوي مجموع احتمال كل منهما الحين أنا بيأخذ القانون اللي أنا أستخدمه في حل الأحداث المتنافية والأحداث الغير متنافية أتشوف معاكم هذين الأحداث هذه القانون يقول لي احتمال A أو B أو لأنه قلنا هي الأحداث الغير متنافية أو متنافية بقول يساوي احتمال A اتحاد عندنا في لغة الرياضيات الاتحاد وهو الأو بعدين ال B يساوي احتمال الحدث الأول زائد احتمال الحدث الثاني فأنا هنا خبت القانون والحين بيأتشوف إشلون أطبق عليه في المسائل اللي عندي إياها نناخذ أول مثال كيس به عشر بطاقات مرقمة من واحد إلى عشرة سحبت بطاقة عشوائيا ما احتمال الحصول على عدد أكبر من خمسة أو العدد اثنين ايهني يقول لي في السؤال ما احتمال فلازم أنا أبتدي أحل وأحط القانون وأشوف إشلون بحل هذه المثال ايه أقول أول شي متنافية وليش متنافية الحين بوضح لكم قلت A هو الحدث الأول اللي أكبر من الخمسة ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة بي باخذ اللي هو العدد اثنين فأنا أسهل لي آخذ أو ما قبلها باعتبر الحدث الأول وبعد أو باعتبر الحدث الثاني الحين يشوف A و B هل بينهم تقاطع هل بينهم نواتج مشتركة طبعا لا ما عندي نواتج مشتركة بين الحدثين لذلك أنا سميتها متنافيين الحين باي أكتب القانون احتمال A اتحاد ال B يساوي احتمال A زائد احتمال ال B أي أقول يساوي احتمال الحدث الأول أروح حق الحدث الأول A أشوف كم عنصر عندي هني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لذلك أنا حطيت خمسة على عشرة ليش عشرة لأنه عطاني في السؤال الكيس به عشر بطاقات لذلك حطيت العدد الكلي بعشرة بعدين زائد أروح للحدث الثاني كم عنصر عندي هني عنصر واحد فبيحط واحد على العدد الكلي عشرة فبقول يساوي أخذ الخمسة زائد الواحد يعطيني ستة ليش؟ لأن المقامين متسويين فستة على عشرة يعطيني ثلاثة على خمسة وبذي أنا انتهيت من هذه المثال أي أنتقل إلى مثال أو احتمالات الأحداث الغير متنافية أقول هني إذا كان الحدثان A و B غير متنافين فإن احتمال وقوع A أو B يساوي مجموع احتماليهما مطروحا من احتمال وقوع A و B معا آيو تشوف القانون عندي هني احتمالات الأحداث المتنافية والغير المتنافية هي A اتحاد ال B إني نشوف الاختلاف في الاحتمالات الغير متنافية بيقول يساوي احتمال ال A زائد احتمال ال B ناقص احتمال A تقاطع ال B وهذه الاختلاف في الحل بين الاحتمالات المتنافية والاحتمالات الغير متنافية ليش؟ لأن أنا عندي في الاحتمالات الغير متنافية في تقاطع يعني في نواتج مشتركة لذلك أنا ضفت هذه الاحتمال بس بالطرح فأي اشوف اشلون احل المثال الياي عندي مثال رمية حجر نرد عشوائيا مرة واحدة ما احتمال الحصول على عدد اصغر من اربعة او عدد زوجي مدام عندي او فانا اروح استخدم قانون احتمالات الاحداث المتنافية او غير متنافية على حسب اللي با اشوفه اي اقول اهني ايه قال ليهني عدد اصغر من اربعة ففي حجر النرد الاعداد الاصغر من الاربعة اللي هي واحد واثنين وثلاثة او عدد زوجي فباخذ بالاعداد الزوجية في حجر النرد انا عرف ان حجر النرد من واحد الى ستة فالاعداد الزوجي عندي هي اثنين واربعة وستة الاحنا نشوف مع بعض هل يوجد نواتج مشتركة بين الحدثين او لا بلاحظ انه عندي العنصر اثنين في الحدث الاول وعندي اياه بعد في الحدث الثاني فبا اقول انه توجد نواتج مشتركة اللي هو تقاطع بين الحدثين وهو اثنين معناته ان الحدثين هذلين اهم حدثين غير متنافين فاروح اختار قانون لاحداث غير متنافية خذيت القانون وكتبته احتمال الحدث الاول اتحاد الحدث الثاني يساوي احتمال الحدث الاول زائد احتمال الحدث الثاني ناقص احتمال تقاطعهما ويقول يساوي بروح احتمال الحدث الاول اللي هو ايه احسب كم عدد العناصر واحد اثنين ثلاثة فحطيت ثلاثة ليش قسمت على ستة لان حجر النرد في ست اوجه او ست نواتج عندي فحطيت على ستة زائد احتمال البي باخذ البي واشوف كم عنصر عندي واحد اثنين ثلاثة فحطيت ثلاثة على ستة نفس الشي لان حجر النرد في ست اوجه ناقص قلنا احتمال التقاطع أروح للتقاطع أشوف كم عنصر عندي عندي عنصر واحد فبكتب واحد على ستة لأن العدد الكل في حجر الناقض ستة يقول يساوي ثلاثة زائد ثلاثة ستة ناقص واحد خمسة وأنا ما قدرت أجمع أو أطرح إلا لأن المقامات متساوية فطلع عندي الناتج خمسة على ستة وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه المثال أينتقل إلى الجزئية اللي بعدها اللي هي المثال الثاني بناء على الجدول التالي اختير طالب في المدرسة عندي هذه الجدول في الجدول عندي رياضات أو النادي الرياضة العلوم الرياضيات اللغة الإنجلينزية وعندي ثلاثة صفوف الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي ايجوف السؤال اللي عندي ما احتمال أن يكون الطالب من الصف الثاني الثانوي أو في نادي العلوم وعندي سؤال ثاني ما احتمال أن يكون الطالب من الصف الثاني الثانوي أو الصف الثالث الثانوي باخذ السؤال الأول وبابتدي أول شيء أحل فيه أي أقول إيه؟ أنتقل إلى السؤال الأول قبل الأو قال لي محتمال أن يكون الصف الثاني الثانوي فباخذ الصف الثاني وهو الحدث إيه أروح أقل الصف الثاني شنو الأعداد اللي عندي إياها في ذي العمود؟ هي 14 و 6 و 4 و 15 كتبته بعدين أو في نادي العلوم أروح أقل نادي العلوم أشوف نادي العلوم هني الصف اللي عندي ذي شنو الأعداد اللي عندي 2 و 6 و 3 أروح أكتب الحدث بي الحين حطيت الأي وحطيت البي أيا أشوف هل بينهم نواتج مشتركة ولا لا؟ بلاحظ أن بينهم العدد 6 صح؟ أيا أشوف شنو أشوف من الجدوى نفس الطريقة بيأخذ صف الثاني الثانوي هذه العمود والعلوم هذه الصف فألاقي أن العنص العدد المشترك بينهم وهو الستة هنا فأأخذ الستة وهو النواتج المشتركة يأnejه يأقتل حدث الأول ظلعت الحدث الثاني ، أبلغ ذات التقاطع الحين imperative أبתدي أحط قانون الأحداث الغير متنافية أقول احتمال الحدث الأول اتحاد الحدث الثاني يساوي احتمال الحدث الأول زائد احتمال الحدث الثاني ناقص احتمال تقاطعهما يقول يساوي اللاحظة هني عندي جدول صح؟ فلما يكون عندي جدول الطريقة هني تكون تختلف ما هي أحسب عدد العناصر اللي عندي هني أو القيم ذي لين 14 و6 و4 و15 وأقول أهما 5 لا أحطهم نفس ماهما وأحط بينهم جا فأقول 14 زائد 6 زائد 4 زائد 15 على 100 ليش 100؟ أنا رحت حق الجدول اللي عندي هني وجمعت جميع الأعداد اللي عندي هني فطلع مجموعهم ب100 زائد احتمال البي الروح حق البي عندي 2 زائد 6 زائد 3 وأكتبهم بذي الشكل على العدد الكلي قلنا 100 ناقص أيا أشوف التقاطع كم العدد عندي 6 فأقول 6 على 100 فهذه الاختلاف لما أنا أكون عندي جدول لازم أجمع الأعداد اللي عندي ما أحسب كم عددهم فأنا جمعتهم أجمعهم كامل وأطرحهم من 6 قسم 100 فيطلع عندي الناتج 44 على 100 يطلع يساوي 11 على 25 أو أقدر أضرب 11 على 25 في 100 فيطلع عندي الناتج 44 بالمئة وبذي الشكل أنا انتهيت من ذي المثال وبينت شلون أنا أطلع الأحداث الغير متنافية لإحتمالاتها في الجدول أيا أشوف الجزء الثاني من هذه المثال اللي هو ما احتمال أن يكون الطالب من الصف الثاني الثانوي أو الصف الثالث الثانوي أقول أول شي قبل لا أقول إنه يحدث متنافية خلنا أشوف مع بعض أي أقول من الصف الثاني الثانوي هذه هو العمود 14 و 6 و 4 و 15 قال لي أب الصف الثالث الثانوي فباخذ الحدث الثاني الآن باي باخذ الحدث الثاني اللي هو بـ 8 و 4 و 5 و 13 ليش؟ لأن أنا بروح حق الصف الثالث الثانوي اللي هو 8 و 3 و 5 و 13 آيا أشوف هذلين العمودين اللي أنا أخذتهم هل بينهم تقاطع ولا لا؟ هذلين بينهم تقاطع ولا لا؟ بلا قلنا ما بينهم تقاطع حتى لما أطلع هني ما في بينهم أي لا بس من الجدول أن أطلع مدام الجدول ما في تقاطع فأنا أقول ما عندي تقاطع هني لذلك أقول النواتج المشتركة اللي في الجدول تساوي صفر لأن ما عندي نواتج مشتركة بينهم الاثنين الآن آيا أحط قانون احتمال الأحداث المتنافية اللي هو احتمال الأ اتحاد البي يساوي احتمال الأ زائد احتمال البي لذلك احنا في الاحتمالات المتنافية نشيل احتمال التقاطع آيا أقول يساوي آخذ أول شي الحدث الأول واحط الأعداد بينهم جنب 14 زائد 6 زائد 4 زائد 15 على العدد الكلي المتنافية والغير متنافية آيا أنتقل إلى آخر هدف لدرسنا اليوم اللي هو احتمال الحدث المتمم أقول تتكون نواتج حدث ما من جميع نواتج فضاء العينة التي ليست من نواتج الحدث الآخر أي إن احتمال عدم وقوع حدث يساوي واحد ناقص احتمال وقوع الحدث إني نشوف إشلون أي أكتب احتمال الحدث المتمم برمز له باحتمال ايه هاي الشرطة أحطها لازم معناتها لاحتمال الحدث المتمم يساوي واحد ناقص احتمال الحدث اي ايه هو اي حدث إني نشوف مثال على هذه الحدث المتمم أو احتمال الحدث المتمم يقول لي إذا كانت فرصة هطول المطر سبعين بالمئة فما احتمال عدم هطوله مدام قال لي ما احتمال عدم هطوله يعني يبي الحدث المتمم لهطول المطر فأي أفترض إن الحدث ايه يمثل فرصة هطول المطر فأوجد احتمال متمم الاي ويقول احتمال الحدث المتمم يساوي واحد ناقص احتمال الاي ويقول يساوي واحد ناقص سبعين على مئة لأن قال لي سبعين بالمئة أقول يساوي ثلاثين على مئة لأن لما أطرح واحد ناقص سبعين على مئة طلع عندي يساوي ثلاثين على مئة فبيب أقول احتمال فرصة عدم هطول المطر هو ثلاثة على عشرة ليش لأن قسمت الثلاثين على عشرة والمئة على عشرة فيطلع لي ثلاثة على عشرة أو طريقة ثانية أضرب ثلاثة على عشرة في مئة فيطلع لي ثلاثين بالمئة وبذي الشكل أنا انتهيت من هذه المثال وأنتقل إلى مثال آخر وناخذ الحين معاكم الآخر مثال اللي هو اشتركت سميرة في مسابقة ثقافية وطلب إليها سحب بطاقة عشوائيا من صندوق به ثلاثمائة بطاقة منها عشرين بطاقة رابحة ما احتمال عدم سحب سميرة بطاقة رابحة ويفترض أن الحدث ايه تمثل اختيار بطاقة رابحة فأوجد احتمال متمم ايه آي أقول احتمال الحدث المتمم يساوي واحد ناقص احتمال الحدث ايه فأقول يساوي واحد ناقص عشرين اللي هي عدد البطاقات الرابحة على ثلاثمائة اللي هو العدد الكلي يطلع عندي يساوي ميتين وثمانين على ثلاثمائة وهو يساوي أربعة عشو على خمستعش وبذي الشكل أنا طلعت طلعت الاحتمال اللي هو احتمال سحبها بطاقة غير رابحة أربعة عش على خمستعش أو أقدر أضربها في مئة فيطلع عندي ثلاثة وتسعين بالمئة تقريبا وبهاي الشكل أنا انتهيت من آخر مثال وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفوق اشتركوا في القناة